اشتركوا في القناة والوفد المرافق مشيدا بعمق ومتنة العلاقات الأخوية والتاريخية بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة والحرص المشترك على دعم التكامل والتنسيق في إطار المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون الخليجي وبما فيه خير ومصلحة شعوب كافة دول المجلس وقد تم خلال لقاء بحث الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد وأليات تنمية وتطوير الرياضة الشراطية من خلال التواصل والتنسيق مع الاتحادات الرياضية في الدول الأعضاء كما تم بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك هذا وقد قدم معالي شيخ أحمد نواف الأحمد الصباح لمعالي وزير الداخلية وسام الرياضة الشراطية الدولي الأعلى تقديرا وتكريما لمعالي على جهوده في مجال دعم الرياضة الشراطية ومساهمة مملكة البحرين الفعالة في أنشطة الاتحاد الدولي لرياضة الشراطية وما حققته في هذا المجال من إنجازات وبطولات رياضية حيث يعد هذا الوسام الأعلى الذي يمنح من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الرياضي للشرطة بناء على قرار الجمعية العمومية إذ يتم منحه للؤساء الدول والحكومات ووزراء الداخلية تقديرا لدورهم في تطوير الرياضة الشراطية على مستوى العالم وقد أعرب معالي وزير الداخلية عن خلص شكره وتقديره لمعالي رئيس الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة على هذا التكريم مشيدا بدور الاتحاد في الارتقاء بالرياضة الشرطية على جميع المستويات والعمل على تطوير النشاط الرياضي الشرطي في كافة الاتحادات للدول الأعضاء من جهته أشاد معالي محافظ محافظة حولي بدولة الكويت رئيس الاتحاد بجهود معالي وزير الداخلية ودعمه المتواصل لكافة الأنشطة والبرامج الرياضية ما كان له الأثر البارز في إحراز مملكة البحرين ومن خلال الاتحاد الرياضي للأمن العام مراكز متقدمة في مختلف البطولات كما أعرب معالي محافظ محافظة حولي عن تقديره للعلاقات الأخوية والمتميزة بين مملكة البحرين ودولة الكويت وحرص البلدين على تعزيز التعاون والتنسيق في كافة المجالات مثمنا في الوقت ذاته مسيرة النهضة والتقدم التي حققتها مملكة البحرين في إطار مشروعها الإصلاحي الشامل